ما زلنا مع الوحدة الخامسة نظام تكاليف المراحل الانتاجية مثال 4 الآت البيانات المرتبطة بالمرحلة الأولى لإحدى الشركات التي تطبق نظام تكاليف المراحل الانتاجية عدد الوحدات التي بدأ عليها التشغيل 10,000 وحدة تم منها 8,000 وحدة ولا يوجد وحدات تحت التشغيل أول المدة عدد الوحدات تحت التشغيل التي تبقت آخر المدة 1500 وحدة بمستوى إتمام 60% بلغت تكاليف الفترة 20,000 ريال مواد دمبشرة 23,500 ريال تكاليف تحويل الفحص يتم عادة في نهاية المرحلة وتضاف المواد في بداية المرحلة معنى كلمة الفحص وجود الكلمة دي يدل أني فيه تالف معنى الفحص طيب التالف رقم كام؟ كام وحدة؟ نعرف من ستانتيك ها؟ أنا عندي اللي تحت التشغيل كله 10,000 اللي تم كام؟ 8,000 يبقى باقي كام؟ باقي ألفين تابقى الألفين دول منهم 1500 آخر المدة يبقى لسه فيه لسه 500 وحدة دول حيبه تالف المطلوب تصوير تقرير إنتاج وتكاليف هذه المرحلة بفرض تطبيق فصل التالف وعدم فصل التالف ممكن فصل التالف أعمله الوحده مسألة الوحده وعدم الفصل مسألة الوحده حل الوحده وممكن ندمكهم مع بعض زي ما هنشوف دلوقتي في التقرير الإنتاج المتجانس الحل بنرسم خط التشغيل بالمرحلة عنوان المرحلة بتاعتنا مرحلة ايه؟ أولى يبقى ما فيش تكلفة مستلمة مرحلة بتبدأ بصفر في المية وتنتهى عند مية في المية عند الصفر في المية كان فيه 10 تلاف وحدة بدأ علي التشغيل عند مية في المية كان فيه حاجتين 8 تلاف وحدة تمت ويه 500 وحدة تالف اللي احنا استنتجناها الخمسمية دي اللي تم استنتاجها وليه حطناها عند مية في المية؟ لان كان ايه اللي مستوى الفحص عند مية في المية يبقى لو فيه تالف يظهر عند مية في المية وعند 60 في المية كان فيه 1050 وحدة تحت التشغيل اخر المد نعمل تقرير خاص بمدخلات المرحلة ومخرجات المرحلة تحت التشغيل اول مدة مفيش عند العشر تلاف دي دي الوحدات اللي بدأ عليها التشغيل طب المخرجات 8 تلاف اللي هي دي اللي تمت 8 تلاف اللي تمت وحدات تمة وعند 1500 دي اللي هي ايه؟ تحت التشغيل اخر المدة وعند التالف لما جا جمع عشان استنتج التالف انا عندي مجموعة مدخلاتي 10 تلاف بنق المجموح هنا 10 تلاف طب ليس باقي كام؟ باقي 500 دوله هم الايه؟ 500 وحدة دوله لا وحدات تالفة اللي هي الوحدات التالفة الآن تقرير انتاج وتكلف المرحلة التقرير الشامل في حالتي فصل وعدم فصل التالف ممكن نعملهم في تقرير واحد ممكن نعمل تقرير خاص بالفصل لوحده وتقرير خاص بعدم الفصل لوحده نشوف ادي الخمس خطوات اول خطوة رقم واحد الانتاج الفعلي خطوة الانتاج الفعلي ادي حالة فصل التالف وحالة عدم فصل التالف الوحدات التامة 8000 8000 تحت التجريل الاخر مدة 1500 1500 التالف في حالة الفصل يظهر في حالة عدم الفصل لا يظهر لا يظهر التالف لا يظهر التالف ادي الفرق بين حالة فصل التالف وحالة عدم فصل التالف يبقى مع فصل التالف لازم يظهر مع عدم الفصل يبقى اطنشه مزروش يبقى هما دول مجموعهم في حالة الفصل بقى عندي المجموع الوحدات 10.000 هنا مجموع الوحدات 9500 دي اللي هي ارقام المخرجات اللي كانت عندي المخرجات اللي كانت عندي الخطوة التانية الانتاج المتجانس في حالة الفصل عند المواد مباشرة وتكليف التحويل عدم الفصل برضو مواد مباشرة تكليف تحويل الوحدات التامة اي تامة في الدنيا لازم تكون 100% يبقى تبص تلاقي سطر الوحدات التامة 8000 في 100% 8000 8000 في 100% 8000 عدم الفصل نفس النظام نفس الكلام 8000 في 100% 8000 في 100% 8000 بعدها بعد ما نزلنا الوحدات التامة بعد كده تحت التشغيل اخر المدة اللي هو ما الـ 1500 بالنسبة لتحت التشغيل اخر المدة كان يعطيني في التمرين ان المواد تضاف في بداية المرحلة لما المواد تضاف في بداية المرحلة معناها ان المواد لازم 100% فلما اشوف الـ 1500 اضربها في 100% لماذا?ろن ان المواد يضافت في بداية المرحلة طب هنا 8000 في whites 60% لان كان ذاهرا عند نسبة 6% تحت التجن две كان مواطع عنده مستوى يـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى يبقى التحويل 1500 في 60% بدية 600 نفس الكلام تماما في حالة عدم فصل التالف يبقى 1500 خصوص 1500 إهــــــــــــــــــــــــــــ Snapdragon تسعمية. نجي على التالف ننزل التالف. التالف كان 500. هيزهر في حالة فصل التالف فقط. يبدو 500 في مية في المية. ليه في مية في المية؟ لان ظهر عندي ايه مستوى الفحص مية في المية خد بالكامل. يبقى 500 في مية في المية في 500. بالنسبة لتكلفة تحول 500 في 100 يبقى 500. اما في حالة عدم الفصل يبدو شرطة شرطة لان التالف لا يظهر ونجمع مواد المباشرة في حالة الفصل مجموعة الانتاج المتجانس لها 10.000 تكاليف التحويل 9.400 في حالة عدم الفصل عمود المواد كان 9.500 وتكاليف التحويل 8.900 خطوة الثالثة تجميع اجمال التكاليف عند مواد مباشرة تكاليف التحويل اجمالهم لو في حالة عدم الفصل المواد المباشرة تكاليف التحويل اجمال التكاليف ارقام التكاليف المواد كانت 20.000 تكاليف التحويل 23.500 اجمالهم 43.500 في حالة عدم الفصل نفس الكلام 20.000 23.500 اجمال التكاليف 43.500 الخطوة الرابعة متوسط تكلفة الوحد بالمواد المباشرة كانت معطى بـ 20 ألف حاسمة على الإنتاج المتجانس من المواد نحن في حالة الفصل 10 ألف يطلع تكلفة الوحدة 2 طيب لو كنا شغالين في حالة عدم الفصل المواد المباشرة كانت معطى تكلفة 20 ألف حاسمة على الإنتاج المتجانس في الخطوة التانية في حالة عدم الفصل كان 9500 يطلع متوسط تكلفة الواحدة من المواد 2.105 ريال لكل واحدة تقريبا بالنسبة لتكلفة التحويل كانت تكلفة الواحدة تحويل 23500 والإنتاج المتجانس لتكلفة التحويل في حالة الفصل 9400 نقسم يطلع لـ 2.5 لو كنا في حالة عدم الفصل نفس الكلام أخذت 23500 وأسمع على عمود تكاليف التحويل في الإنتاج المتجانس كان 8900 يطلع 2.64 ريال لكل واحدة تقريبا خطوة الخمسة رقم خمسة نحسب تكلفة الإنتاج التام وتحت التشغيل والتالف في حالة الفصل مواد مباشرة تكلفة التحويل وعدم الفصل مواد مباشرة تكلفة التحويل نبدأ بوحدات تامة كالتكلفة هنحسبها إزاي التمن تلاف الوحدات التامة على مستوى المواد كالتمن تلاف وتكلفة الوحدة 2 يبقى 80002 ب16000 تكاليف التحويل نحن في حالة الفصل كده تكاليف التحويل كانت تم برضو 8000 وكانت تكلفة الوحدة 2.5 يبقى 20000 طب لو كنا في حالة عدم الفصل يبقى 8000 لها تكاليف الوحدات التامة المتجنسة للمواد 8000 وكانت تكلفة الوحدة حسبناها 2.105 تطلع 16840 تبقى تكلفة التحويل كانت الوحدات المتجنسة التامة كالتمن تلاف وكانت تكلفة الوحدة 2.64 يبقى 80002.64 و21120 بالنسبة لتكلفة تحت التجريل اخر مدة نشوف الانتاج المتجنس كانت تحت التجريل اخر مدة للمواد 1500 وتكلفة الوحدة 2 يبقى 3000 بالنسبة لتكلفة التحويل كان الوحدات المتجنسة لتحت التجريل اخر مدة 900 وتكلفة الوحدة 2.5 900 في 2.5 يبقى 2250 دي في حالة الفصل طيب لو انتقلنا لحالة عدم الفصل كانت الوحدات المتجنسة لتحت التجريل اخر مدة من المواد 1500 وتكلفة الوحدة 2.105 يبقى 1500 في 2.105 3360 بالنسبة لتكلفة التحويل كانت الوحدات تحت التجريل اخر مدة المتجنسة من تكلفة تحويل 900 وكانت تكلفة الوحدة 2.64 يبقى 2380 تكلفة التالف التالف كان في الانتاج المتجنس في حالة فصل التالف كان للمواد 500 وتكلفة الوحدة 2 يبقى 500 في 2000 تكلفة التحويل كانت تالف وحدات المتجنسة 500 وتكلفة الوحدة 2.5 يبقى 1250 طبعا في حالة عدم الفصل ما فيش لان احنا ما بنظهروش لا يظهر بشرطة شرطة ونجمع حالي مجموع عمود المواد المباشرة 20000 هي نفس تكلفة المواد المباشرة اللي كانت معطى مجموع عمود تكاليف التحويل 23500 هي نفس تكلفة التحويل اللي كانت معطى وكذلك مجموع المواد في حالة عدم الفصل 20000 هي نفس تكلفة المواد والتكاليف التحويل 23500 هي نفس 23500